بسم الله الرحمن الرحيم من نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات درس المتغيرات العشوائية المتقطعة التوقع للمتغيرات العشوائية المتقطعة التوقع أو ما يعرف به الوسط هو أحد مقاييس النزع المركزية ويرمز له بالرمز ميو إذن التوقع ميو هو مقياس من مقاييس النزع المركزية للمتغير العشوائي المتقطع وندعوه الوسط أو التوقع وهي قيمة تتجمع حول القيم الممكنة للمتغير العشوائي المتقطعة إذن ميو هو القيمة التي تتجمع حولها قيم هذا المتغير أو هي وسط هذه القيم فإذا كان إكس متغير عشوائي متقطع مداه بالشكل التالي إكس واحد إكس تنين إكس تلاتي فإن التوقع يعطى بالعلاقة ميو يساوي إلى مجموع إكس آي بإف إكس آي أي هو عبارة عن كل عنصر من عناصر المدى ضرب احتمال هذا العنصر المجموع لجميع هذه العمليات الحسابية جميع عمليات الضرب ويمكن كتابته بالشكل إكس واحد ضرب إف إكس واحد زاد إكس تنين بإف إكس تنين إلى آخر إذن كل عنصر ضرب احتمال هذا العنصر وسوف نقوم بجمع هذه العمليات تمرين إذا كانت دالة التوزيع الاحتمالي إف للمتغير العشوائي إكس هي معطى بالجدول التالي خمسة عناصر المدى واحتمالاتها موجودة أوجد التوقع للمتغير العشوائي إكس حسب القانون التوقع هو عبارة عن إكس آي ضرب إف إكس آي أي كل عنصر في صورة هذا العنصر أو في احتماله يعني سوف نقوم ضرب العدد الموجود في الصف الأول في العدد الموجود في الصف الثاني ثم جمع هذه الأعداد الناتجة واحد ضرب ثلاثة إلى سبعة زائد اثنين ضرب اثنين إلى سبعة زائد ثلاثة مضروبة في ستة إلى خمسة وثلاثين زائد أربعة مضروبة في ثلاثة إلى خمسة وثلاثين زائد خمسة مضروبة في واحد إلى خمسة وثلاثين مجموعة هذه الأعداد جميعا يساوي إلى اثنين هو عبارة عن التوقع لهذا المتغير العشوائي يمكن حساب التوقع بطريقة أخرى لو كانت جدول الموضوع بهذا الشكل يمكن إضافة سطر آخر إلى الجدول هو عبارة عن X بFX أي ضرب العنصر الموجود في الصف الأول في العنصر الموجود في الصف الثاني على الشكل التالي سوف نقوم ضرب 1 ب3 إلى 7 ونضع الإجابة 2 ضرب 2 إلى 7 وهي 4 إلى 7 3 ضرب 6 إلى 35 تساوي إلى 18 إلى 35 4 ضرب 3 إلى 35 تساوي إلى 12 إلى 35 5 مضروبة في 1 إلى 35 وجو 5 إلى 35 ونقوم بجمع هذا الصف إذن مجموع XI بFXI سوف نضع الصف XIFXI ونقوم بجمعه في الناتج النهائي يعتبر هذا هو التوقع هو مجموع هذا السطر الثالث الذي قمنا بإضافة وتعتبر طريقة أخرى لإيجاد التوقع بدل من كتابته على السطر واحد التباين والانحراف المعياري لمتغير العشواء المتقطع دائما يأتي التباين مع الانحراف المعياري التباين ورمزه سيجما تربيع هو قيمة قيس تشتت قيمة متغير العشواء المتقطع عن قيمته المتوسطة إذن نقيس بالتباين تشتت البيانات عن متوسطها فإذا كان X متغير عشوائي متقطع وكان ميو التوقع لهذا المتغير العشوائي فإن التباين سيجما تربيع يعطى بالعلاقة مجموع XI تربيع بFXI ناقص ميو تربيع ودائما الانحراف المعياري هو جذر التباين هو الجذر الموجب للتباين تمرين إذا كان لدينا متغير عشوائي متقطع تعطى للتوزيع الاحتمالي له في الجدول التالي كما هو مضح في هذا الجدول فالمطلوب أوجد التوقع ميو والتباين سيجما تربيع والانحراف المعياري سيجما لهذا المتغير العشوائي المتقطع لدالة المتغير العشوائي المتقطع سوف نستخدم طريقة الجدول المعطى لدالة المتغير العشوائي المتقطع بهذا الشكل لحساب التوقع سوف نضيف على هذا الجدول السطر الثالث وهو عبارة عن XBFX إذن المتوقع هو سيجما XIBFXI إذن سوف نضيف سطر XIBFXI أو XBFX وهو عبارة عن ضرب السطر الأول في السطر الثاني 1 ضرب 43% ونضع الإيجابة 2 ضرب 29% 3 ضرب 29% 51% 4 ضرب 9% يساوي إلى 36% 5 ضرب 2% يساوي إلى 11% ثم نقوم بجمع هذا السطر القيم في هذا السطر وتساوي إلى 1.98% هذا هو التوقع هو مجموع السطر الثالث مجموع XIBFXI إذن هو سيجما XIBFXI والتي تساوي إلى 1.98% لإيجاد التباين نحتاج إلى X تربيع ضرب FX سوف نقوم بإضافة هذا السطر والذي يحتوي على مربع X مضروب FX إذن 1 تربيع ضرب 43% ويساوي إلى 43% 2 تربيع أي 4 ضرب 0.29 وتساوي إلى 1.16 3 تربيع وهي 9 ضرب 17% يساوي إلى 1.53 4 تربيع 16 ضرب 0.09 يساوي 1.44 5 تربيع ضرب 0.02 ويساوي إلى 0.5 من 10 سنقوم بجمع هذا السطر أي مجموع X تربيع بFX مجموع XI تربيع بFX ويساوي إلى 5.06 إذن التباين هو عبارة عن مجموع السطر الرابع XI تربيع بFX ناقص مربع التوقع 1.98 أي 5.06 ناقص مربع 1.98 بإجراء هذه العملية الحسابية نحصل على التباين وهو يساوي إلى 1.1396 لإيجاد الإنحراف المعياري الإنحراف المعياري هو الجذر الموجب للتباين إذن هو الجذر هذا العداد وقيمته التقريبية 1.0675 وإلى لقاء آخر من حلقات نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضية ترجمة نانسي قنقر